أهمية النقد إن الناقد ينظر في النصوص الأدبية شعرية كانت أو نثرية ثم يأخذ في الكشف عن مواطن الجمال والقبح فيها معللا ما يقوله ولذلك لا يوجد نقد أدبي صائب وآخر خاطئ تماما وإنما يوجد نقد أدبي أكثر قدرة على تأويل العمل الفني واختلاف مناهج النقد معناه اختلاف في وجهات النظر لابد للناقد أن يمتلك الذوق والمعرفة والثقافة العمل الأدبي تجربة شعورية مر بها الكاتب من حزن وفرح فكتبها في شعر أو نثر أشكال العمل الأدبي الشعر القصة الرواية للعمل الأدبي صورتان صورة خارجية وهي تمثل الإطار الخارجي المادي للعمل الأدبي أو الشكل المحسوس صورة داخلية وهي تمثل الخيال والعاطفة التي نجدها في الأبيات الشعرية والقصص والروايات ترجمة نانسي قنقر